ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة مما أترى بشكل كبير على سمعة المملكة ومواطنها من جهة أخرى طلب عدد كبير من المغاربة بضرورة تشديد إجراءات السماح للشابات المغربيات بالتوجه إلى الأراضي التركية خاصة مع المغريات الكبيرة التي تقدم لهم من طرف مافيات الضعار والاتجار بالبشر وخيوط هذه المصيادات الجنسية أصبحت واضحة للعيان إذ تبدأ بشبكة من الوسطى تنشط أساسا بالمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولها ارتباط برؤوسها المدبرة بتركيا وتعمل على اختيار الضحايا اللواتي يمتلكن المؤهلات الجسدية المطلوبة وإغرائهن بمستقبل ورضي بعيدا عن الفقر والحياة العادية المملة التي يعشناها إلى أن يجدنا أنفسهن جواري في سوق النخاس الجنسية بإسطنبول وغيرها من المدن العتمانية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي